موسيقى والأخلاق أو مسلس الدستور والقانون والتربية وقت اللي المجتمع بنفذ المعايير والمهل والقوانين هل بتصفي هل بتكون صعب كتير تسطيف المواطن من هو صغير لا يكبر على الديمقراطية هلأ كلنا ياتنا بنعرف أنه الدستور تطبيقه يعني طبعا كلنا ياتنا بنعرف أنه الدستور هو نتاج القيم تبيعة المجتمع الدستور بينبسك من القيم والأخلاقيات اللي بيتمتع فيها المجتمع هادي بتتحول لدستور وبالتالي قانون مشان هاك مش منزل الدستور صحيح أيوان صحيح مية بالمية هايدا عفوا المجتمع هو هو من طبيعته أنه يتقيد بالدستور لأنه هايدا الدستور ما إجا مستورد من بلد تاني طبعا بيجي مبادئ أو قوانين ديجا معمولة حسنا ما يخد وقت لينعمل فيه بس بيشوف إذا بتليم أو ما بتليم طبعا ومشان هاكي فيه تصويت يعني بسويسرا على أي شيء على أي قانون بده يطلع فيه تصويت يعني الحلو بسويسرا أنه بدك مثلا بده يستروا قانون جديد إذا جابوا مئة ألف يعني تصور هادي بس شغلة صغيرة إذا جابوا مئة ألف إمضة ساعتها هذا الطيار أو الحزب اللي مشارك أو مش مشارك بالسلطة فيه يدعي لتصويت على قانون جديد مثل دخول قانون دخول أوروبا ولا عدم دخول أوروبا الحياد أو غير الحياد طبعا لا الحياد موجود بالقانون السويسرا وبالدستور السويسرا الحياد الإيجابي مش النائب النفس طيب اليوم بالنسبة إلى لبنان حضرتك بتروح على السويسرا وبتجي على لبنان شو ما الذي يحول دون تطبيق الديمقراطية إلى الآخر وما الذي يحول دون حل حلة موضوع النظام عندما تتعطل لغة النظام حلو كمان هذا سؤال جيد استاذ جلال لأن الديمقراطية لا لا تتماشى مع الإديولوجية الدينية يعني الديمقراطية ما فيك أنت تكون ببلد ديمقراطي ويكون كمان في حكم ديني أو كمان تأثير للدين على الديمقراطية هون بتفشل بالديمقراطية من شأنه مهمة كتير تحييد الديمقراطية عن الدين يعني مثلا بإيران ما في حكم يعني ديني وبالسعودية في حكم دولي ولكن طاغي عليها الدين الإسلامي عفوا في حكم ديمقراطية إنما الكيم الإسلامية هي العفوا السعودية بتتمتع بالدستور يتناسب تماما مع الكيم الإسلامية والتعليم الإسلامية وبإيران يمكن تطبيق الشريعة يعني ايه تطبيق الشريعة يمكن هلأ شوية عم بيخففه من تطبيق الشريعة بالسعودية ايه طبعا طبعا يعني منذ قدوم الأمير محمد بن سلمان وقبله كمان كان بلشت هلأ فيه اضطراب بالتطبيق الديمقراطية صحيح أنا شايف باش بإيران ما لقيت إنه إيران من وقت السنة 79 للآن ما تقدمت أكتر من وقت ما كانت بالشي يعني كانوا يتعلموا بإيران بيقولوا عشرة بالمية صاروا اللي عم يتعلموا أني أربعين بالمية بعهد الشاه عفوا أستاذ جلال لا أنا شايف بعهد الشاه إيران كانت كتير متطورة كانت صاحبة يعني عفوا يعني عندها جامعات قوية يعني الشاه كان عم يسعى لتكون أنا ما عم دافي عن الشاه ولا نظام الشاه لا نحكي عن المجتمع بس نحن عم يوصف الأمور إنه الناس بيقولوا أنه كانوا اللي عم يتعلموا عشرة بالمية من المجتمع اللي عم يتعلموا أكثر ما هو الشاه ما أخذ وقته لحتى يكفي صحيح بلشوا بس بالأول قبل ما يبلش الشاه قبل ما ياخد هالانطلاقة الثقافية ويعمل الرنسانس إيرانية كان الشعب الإيراني بعيد تماماً عن ممكن عم يعمل نهضة طيب خلينا نرجع على موضوعنا بين لبنان وسويسرا طيب بسويسرا هناك نظام يعني إذا منقول فدرالي أو كونفدرالي مهم كونفدرالي لأنه كونفدرالي هي دولة ثلاث دول هني مجموعين بفرق دولة الفدرالية هي ممكن ولايات تجتمع بدولة صحيح طيب نحنا في فرق بين لبنان وسويسرا نظامنا شيء ونظامه شيء هل الديمقراطية تختلف من نظام كونفدرالي إلى نظام مركزي مثل لبنان النظام المركزي بلبنان للأسف هلا يعني بوقته الحالة ويمكن لبنان طول عمره هاك دائماً نظام مركزي بس ناس يعني مثل لبنان بدي يوصف لك يا استي جلال عبارة عن عدة أشخاص موجودين بسيارة شوفير عم بسوق وهذا الزلم اللي قاعد على يمين عم بقول له ساحب فرد على هيدا عم بقول له روح خدنا من هون اللي وراه كمان حاطت فرد براسه للشوفير عم بقول له خدنا من هون والآخرين ما في أي ديمقراطية هلا باللبنان وما فينا أبداً كارنة بالنظام الديمقراطي ببلد كونفدرالي مثل سويسرا لبنان إذا صار في وفي ناس عم بيطالبوا بالفدرالية هون باللبنان في ناس عم بتطالبوا في ناس مش عم بتطالبوا إيه بس أنا وأبسلوط لي مع هيدا مع هيدا الطرح الفدرالي باللبنان لأنه على القليلة بتاعة الحرية لكل لكل كونتون يتمتع بالخصوصية تبعيته ما بتطغى عليه آراء ولا عقائد أخرى ولا حتى أنه مثلا في ناس ممكن يلا نقول في ناس حابين ياخدوه باتجاه الشرق وفي ناس لأ بيحبوا الوشي الأوروبي طب هولي ما بيتناسبوا أبدا لبنان منذ تكويل لبنان للآن بعد هيدا السراعات هي زيتا ناس يتهموا أنه عندهم عمالة للأوروبا لأمريكا واتقبار وناس بقولوا عنه نحنا نحنا لأ أمالة لأيران ومبعض أو السعودية أخي يعني عفوا خلينا نقوم طيب بس هو بمجرد وجود كيان إسرائيلي نحنا بتعرف لبنان قبل 48 كانت حتى أحواله الاقتصادية أفضل خصوصا الجنوبيون وغيرهم يعني لأنه كانت حدود حدود لبنان مع فلسطين مفتوحة عندما أتى الكيان الإسرائيلي الغاصب تغير كل الأمور ساعتها صار فيه نأزة بأنك تعمل أي نظام آخر عن نظام لبنان شو هو السؤال استاذ جلال؟ يعني الناس اللي بيرفضوا الفيدرالية عندهم نأزة من هالموضوع طالما فيه أطماع إسرائيلية بيقول لك أنا يمكن هذا المنطقة اللي فيها لون غير اللون الموجود يمكن ما تفرق معها الأطماع الإسرائيلية دائما موجودة ولحد ظلها موجودة لما يكون الكنطونات بيتمتعوا بديمقراطية حقيقية بيكون كمان بيعمل سياسة خارجية وحدة طبعا إيه أكيد بهذا النظام المطروح لأنه سياسة خارجية وحدة بس أقله أنه ما بتقول ساعتها إسرائيل الغاصبة أنه هي البلد الديمقراطي الوحيد بالشرق الأوسط مثل هيدا بيسوقوا لحاله طبعا دائما هني يعني هني بقولوا نحن نحن البلد الديمقراطي الوحيد بالشرق الأوسط وعندهم بطالة 7-8% وإلى آخرين على نحن للأسف نحن النظام القائم الآن النظام الفائسي النظام الأمراء الحرب أمراء اللي راحوا هلأ صاروا أمراء لا ما هني كانوا بالحرب صاروا بالسلم صاروا بالدولة صاروا بالألم وهلأ إذا فيه نظام جديد راح عم بيجربوا حاله يكونوا كمان بالنظام الجديد أحسن 100% هني عم بيحاولوا كمان يحاولوا يعني يكفوا من هيدا النظام البلد أنا بقول لك أنه النظام اللبناني مثل ما أنا شايفه وفي ناس كتير شايفينه النظام اللبناني انتهى طب هلا عم يعملوا حكومة شو رأيه؟ هيدا الحكومة يعني عفوا أستاذ جلال من تسع شهور وأكتر تكلف الرئيس سعد الحرية يعمل حكومة فكرك أول شيء صار انفجار أربع آب بعد أسبوع أدم استئلت حكومة الرئيس حسان دياب كلفه السفير مصطفى أديب الرئيس مصطفى أديب لم يأكلف ثم كلفه الرئيس سعد الحريري أخذ 8 شهور و3 أسابيع ثم اعتذر الآن الرئيس نجيب ميقاطي برأيك هل نحن يعني إذا ألفنا حكومة يكون كالترمم النظام أم أنه إذا ما ألفنا حكومة رايحين على اللا نظام هلأ بتأليف حكومة أو عدم تأليف حكومة لحيظلوا الوضع زي ما هو لو عارفنين الشباب بالسلطة أنه تأليف حكومة لحيساعد على تنمية لبنان اقتصادياً معيشياً واجتماعياً وواواوا كانوا من أول يوم ألفوا حكومة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري كتشكيل حكومة إنما هنه بيعرفوا مثل ما معظم المطلعين على الأمور بره وبالداخل اللي بيعرفوا أنه تأليف حكومة من عدم تأليف حكومة هو نفسه لأنه هولي الأشخاص اللي موجودين هلأ بالسلطة هنه عقبة أمام الشعب اللي بنياني عقبة عقبة أمام 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 تطور تطور ولا ولا عفو ولا انفراج الوضع باللبنان ليه؟ لأنه الدول العربية كما الأجنبية أصبحت مقتنعة أنه هايدي الطبقة فاسدة هلأ اللي عم يعمله الأستاذ ماكرون رئيس ماكرون وفرنسا بتهديد عقوبات وضع عقوبات على هولي بيعتيت هذا اللي دار الرماد في العيون كله بالعلم لامتصاص النقمة لامتصاص النقمة الشعبية ضد هايدي السلطة ضد أركان السلطة وبدليل أنه هو إجا بعد انفجار أربع آيب وعبط العالم وعمل عمل مبادرة وعمل مبادرة وعومة القوى السياسية أحسنت وعلى شو ماهيته ما قال ما قال نحنا بدنا اختصاصيين مستقلين إلى آخر شو صار رجعوا الرئيس عم بيطالب الرئيس فلان عم بيطالب بيحصة الرئيس فلان عم بيطالب وين المستقلين وين الاختصاصيين وين الكلام اللي كذبتوه على الشعب اللبناني طيب استاذ فرانكو عبداليل ما بدك تعمل سياسة لهالشعب الموجود هون في عندك خمسين بالمئة من الشعب عندهم كل واحد بيقول أنا زعيمي اللي هو على حق وفي عندك 2018 عملوا انتخابات أفرزت علوا مني ما يزعلوا مني كمان لبنانيين بس هولي الخمسين بالمئة اللي عم بيقول لك رئيسي على حق زعيمي على حقه هوليك هولي بيستاهلوا اللي عم بيصير فيهن أنا ما بيش نحن ما بنش مات بحدا بس أنا رأيي الشخصي وده ما انه محصوب لا على المركز السويسري ولا على حدان هولي بيستاهلوا اللي عم بيصير معهم ليه لأنه هني هني بيعرفوا أنه هول السلطة كل ياتهم جسد واحد قاسمين على بعض هن الست سبع أشخاص اللي موجودين اليوم بالسلطة قاسمين الكعكة على بعض متقاسمينها هاد أعطيني شوي هون أعطيني شوي أنت بتاخد شوي هونيك إنما كل ياتهم متفقين على الشعب اللبناني كل ياتهم متفقين بالداخلية بالدفاع بالاقتصاد بالمشاريع بالمشاريع بالكهرباء بالمزو طيب كل ياتنا طيب إذا هيدا الواقع هون طيب بسويسرا دلوا مقداش يتقاتلوا آخر شي قاعدوا مع بعضهم قالوا أنه إذا كنت ألماني أو إيطاليا أو فرنسوي نحنا بنعمل نظام معين صحيح هو مرأة وبيمحكة كتير طويلة هل بالشعب بالشرق وبيلبنان اللي هو منتشر إبداعا بكل بلاد العالم صحيح ما عم يقدر شو السر ما عم يقدر يوصل تسوية يعني تسوية تكون تسوية مش تسوية يعني على المصالح تسوية حقيقية نعم مش اتفاقية اللي صارت بين الرئيس سعد الحريري والعماد وقطعون وجبران باسيل بأثناء كانت اتفاقية سموها تسوية عساس ليخففوا من هيدا الوصف اتفاقية اتفاقوا علينا بدنا نقولك يعني نقول الأمور بتلمهية اتفاقوا هني على الشعب اللبناني انا بطلع رئيس حكومة بيخلص الرئيس ميشيل عون وليته بيجي جبران باسيل طلعت حركة سبتعش تشرين اختلفوا الأمور هنيك انما انا بقلك التسوية بعدها موجودة حتى هلا هني عم بيحاربوا بعض وبيهاجموا بعض انما روح التسوية طبعا طبعا روح التسوية وبعدهم اتفاقين مع بعض بعدهم بنفس الخانة بعدهم بيمروا لبعض يعني من يومين طول أحدهم على التلفزيون وقال انه الرئيس لفلان لما يحكي عن حزب الله ولا عن السيد نصر الله بيخطاباته بيبعث له من تحت الطاولة ما توخزني انا بطريح احكي هذا دليل انه كل ياتهم متدفقين هيدا بالنسبة لموضوع لبنان بالنسبة لموضوع انه لبنان يصير مثل سويسرا ديمقراطيا بكل معنى الكلمة ما بيصير هيك الا اذا لبنان اتخلى بالفعل عن الثقافات المستور دي وال وال والمشاريع المستور دي وقف لبنان يكون وقود حروب الاخرين يعني في لبنانية للأسف في لبنانية هلأ عايشين باللبنان بتلاقيهم عقائديا وحتى فكريا تابعين لبلدان اخرى بحياته لبنان ما حيصير هيك اذا ما كانوا كل ياتهم وفاء للبنان لبلدهم فيكون انا افترض عن تحكي عن حزب الله فيكون ولاقوا للبنان بس هو دينيا او فقهيا بتابع الجمهورية نتيجة هذا التحرك اللي عم بصير ضد ايران يعني بالإدارات بس هني هني اذا فيه تفاوض تفاوض على تفاوض سياسي ايراني امريكي وميداني بالبحر بتقاصف يعني اذا كان فيه هيدا الموجود كأنهم يعني اوكي بس ما عم تطلع اكتر من هيك شفنا نحنا الرد الاسرائيلي والرد على الرد والرد على الرد شفنا انه بعضه معقول ضمن النطاء المحدد يعني معناته انه ممنوع على اسرائيل تعمل حرب بلبنان وكذلك الامر وحزب الله ضرب ضرب بالمطرح المفتوح اللي هو بعضه ضمن المتنازع عليه بين لبنان عفوا بس اسرائيل العدو الاسرائيلي هو اللي بلش بضرب لبنان استاذ جلال هو اللي هو كل يوم عم يخرق الجو وكل يوم عم يخرق عم يضرب السواريخ علينا كل يوم بيطلع بطيران وكل يوم بيطلع حتى حتى بيستعمل هدي أضرب بيستعمل الأراضي اللبنانية ممار مثلا لضرب منصة لضرب سوريا أو غير سوريا يعني لبنان على الأقل في عنده كرامي وفي عنده صيادة ما معقول اللي تدل هيك الأقل أستاذ جلال بدك الله يخليك بدك تخبرني معلش تنورني شوي هل هذي الصواريخ اللي انطلقت ضد الكيان المعادي الاسرائيلي هي لأنه عم يطلعوا بالتيارات بس مش حزب الله ضربها مش حزب الله ضربها ولش رجعوا كما شكزة راجمة عم تضرب من أراضي بحزبية لأنه عندما خصفت اسرائيل رجعوا ردوا بالراجمة تاب على المقاومة ولحزب الله أنا ما عم دافع عم قول أنه إجا فريق فلسطيني ضرب كم أزيفي إجت اسرائيل ضربت من مواقع تاب على حزب الله حزب الله اضطر يرد شو رأيك بها الستاتيك الرد الرد بيكون أستاذ عفوا السواريخ اللي انضربت كان فيه يطلع الشيخ نصر الله السيد نصر الله ويقول عنده أطلالي بها كم ساعة بدي يقول بدي يقول نحن يمكن نحن بعدنا ملتزمين بفض الاشتباك أو بال نعم بال بالسبعمية وواحد صحيح وأنه وقف أعمال عدائية صحيح هذا أظن هذا اللي بدي يقوله بخطابه اليوم بس إنما اللي صار استاذ أنه علنا طلعي تراجمات عم تكسف المشكلة أنه ما عم تكسف مثل العادة من مناضي غير مقهولة عم تكسف من بين السكان في في 13 مقطة بعضه متنازع عليه يعني واحد بيستغل صغراء أنه مش واصل علي الخط الأزرق تحط هلا أنا بالنسبة ما يورط الدولة اللبنانية كدولة ما هو حزب الله ما عم بيورط الدولة اللبنانية ضد إسرائيل العدو الإسرائيلي إنما حزب الله استيجلال ورت الدولة اللبنانية بيحارب سوريا بالعراك باليمن ما خلت دولة إلا ما ورت لبنان فيها بنكذب على بعض يعني يعني بنقول يعني أسوأ بس ولا مرة الحكومة اللبنانية تبنت ولا مرة تبنت بس هيدا جزء من الحكومة اللبنانية ما في أنا ما في نيليك استاذ جلال خلينا خلينا أعطيك مسألة صغيرة ما معقولي إذا صبي صغير ساكن ببيت بيت جارك لنقول استاذ جلال هيدا الصبي صغير إيه بن جارك بيجي كل يوم بيضرب حجرة عندك على البيت وبيروح بيتخبر بيضاقت درعا بحزب الله كل الدول كمان مشاغبات حزب الله وصلتنا لليه نحنا نحنا اليوم في حزب الله عمل مشاغبات كبيرة تبني مع احترامي للمجاهدين اللي على الأرض بجنوب أنا عم بحكي عن قيادة حزب الله و واتجاه الفكرة والتنظيمة على إيران تفضل في سؤال هنا تفضل هلأ مثلا إجا مرتزقة على سوريا بحرب سوريا إجا من دول عدية من فرنسا من ألبانيا من ما بعرف وقت ما بعرف وقت هل تلك الدول بتكون مسؤولة عنهم من قال لك ما تلك الدول عاقبتهم وسجنتهم وحبستهم لهول الأشخاص وأخذت منهم الجنسيات كمان في أشخاص راحوا على سوريا ليشاركوا بالحرب اللي كانت هناك رجوا على بلادهم تحبسوا الدولة اللبنانية عملت هيك مثل ما عملوا الدول الأجنبية برعاياهم اللي إجوا حربوا بسوريا أكيد لا وجهة نظر من سويسرا في اتجاه المنطقة هل المنطقة يعني مقبلي على تغير بطبيعة الأنظمة فيها مش جغرافيا يعني مثلا سوريا راح يدال النظام بالطريقة هي ذاتها أم راح يتغير كطريقة حكم بسوريا بسوريا أستاذ جلال أنا بقلك الشغلي اللي أنا شايفه واللي في كتير كمان ناس شايفينه إنه لبنان هلأ فيك تعتبر إنه لبنان مثل علبة بالنسبة للقادم العلبة هايدي لحتنقلب زي ما هي وراح يرجع يتكون نظام جديد ما بيصير هالقلب الكرتوني كله أو العلبية أو اللي بالتكسامية أو النظام إذا صار فيه هلأ بلبنان سياسة أو أشخاص جديد على رأس الحكم وراحوا كل هول اللي كنا عم نحكي عنه نقبل بشوية غير هيك الأمور بلبنان متجهة نحو الأسوأ الأسوأ قدمة فيك إلى حين قلب الطاولة على الكيان اللبناني كله أنا هدا هدا بيدل إنه يمكن ما يصير أبدا حكومي أو إذا صارت حكومي رح تكون حكومي الحكومة هايدي الحكومة فقط لتعويم لتعويم الأشخاص ولي شو بتدير لك ليقدروا يهربوا ولا من المحاسبة ولا من المسائلة المصاري اللي راحوا ولا الأموال الموضعين اللبنانيين طب وين هايدي راحت يعني مليون شغل إستاذ هايدي السلطة يعني عفوا أنا بيحكي على التلفزيون الوطني اللبناني اليوم بس لازم نقول زي معين كل واحد هذا وصالة هذا تلفزيون العام لكل الأراء مية بالمية أنا عبقول لك أنه هولي اللي أخدوا ونهبوا كل آياتهم بدوا يضلوا بالسلطة لأنه غيابهم عن السلطة يعني محاكمتهم طيب هاي المرة إذا أخدنا إذا أخدنا برهان أو أو تجربة اللي كانوا أمراء الحرب رجعوا طباعا كلهم سوا وصاروا بالحكم من بعض الحرب طيب اللي هلأ بنظام أو بتعثر كبير ما صار شي ما صار فيه بلبنان من 100 سن اللي هلأ موجودين هلأ إذا صار انتخابات نيابية إذا صار يعني بعد 19 شهر منها الآن هلأ بتتوقع أنه يصير فيه تغيير كبير بيه يعني لأنه فيه الدول الدول اللي عم تحكي دايماً هي رائد الديمقراطية هايك بتقول عم بتقول عم بتعول أنه يا ناس شوفوا كيف بتنتخبوا هلأ هاو دي الناس اللي هني نقلوا أمراء الحرب هني نقلون على ديمقراطياً لنقول انتخابياً هلأ انتخابات المقبل هلأ رح تكون من زاوية نظرتك أما أنه رح يرجع عليه زيتها لأمور لأ بات المجتمع الدولي كله والمجموعة الأوروبية وأصدقاء لبنان على سيقة تامة أنه حتى لو صارت انتخابات رح تكون مثل الانتخابات اللي قبلة واللي قبلة واللي قبلة لح تضغل المكانة الإعلامية طبيعة الأحساب والطيارات أول شيء ولح يصير فيه تزوير مثل ما صار فيه بالانتخابات الموضوع لح يصير فيه بس نعم يحكم دول من خارج شافت كل شيء وما حكيت إيه بس هلأ إذا ما قلنا تزوير بس هلأ نزل قرار عفوا بس هلأ نزل قرار بالموضوع بلبنان بهذا الشأن هلأ إذا صارت انتخابات أنه يعنوا تغيير نحن عم نحكي إذا ما مستعملنا كلمة تزوير عادي أنه التأثير للأسف المالي والإعلامي صحيح وسلسلة الرتب والطوزيقات أنا بقل لك إذا صارت انتخابات نزيهة وبالفعل الشعب هو اللي يكرر مين يمثله مش هو لزعماء أو اللي ناس اللي ما انتخبوا تنزل تنتخب ممكن يصير فيه تغيير جدي وحقيقي ممكن تنقلب الطاولة هيك على النظام الكائم الحالي أستاذ فرانكو عبدالقادر بدا ناخد فاصل إعلامي حضرتك رئيس المركز السويسري اللي دعم ديمقراطية رح ناخد فاصل إعلامي ونرجع ندخل بركب نحكي عن موضوع انفجار أربع آب ومن بعد شو ارتداداته بلبنان والمنطقة مشاهدين الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام أستاذ فرانكو عبدالقادر رئيس المركز السويسري اللي دعم الديمقراطية مرحب فيك نتليفزيون الدنيا من الجديد انفجار أربع آب في سلسلة الأسئلة مطروحة إذا قلنا منان إجوا وكيف إجوا وليش فاتوا مين قبل يفوتوا نيترات دامونيوم اللي هني أزوتون عالي نحنا بنعرف نيترات دامونيوم هني سامد زراعي بيستعملوا لعدية بس إذا كان أزوتون عالي إذا بتحطلهم صاعق وفجارتون بيعمل انفجار بفرنسا زالون 11 سنة بالقضاء لا يعرفوا شو اللي صار وقته بتلوز بغض النظر عن كل هذي السياق رح نحكي عنه بالتفصيل هل يحق لأي جهة استخباراتية مخابراتية إسرائيلية ما بعرف شو هي غير إسرائيلية النتيجة تفجر هالنيترات ولو كانوا مفيتين غير شرعي ولو كانوا عم يستعملوا لأغراط عده هل يحق أنه أي جهة من الخير تجي تفجرهم وتعمل بلبنان هيك أكيد 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 لا ما أحدا بيقوله أبدا يفجر أي شيء ممكن يروح من وراء ضحايا أبرياء هادي منا لا سكنة عسكرية ولا حتى لو كان سكنة عسكرية ما فيه ما فيه هلأ اتفاق يعني أنه بيفضل أيونا صحيح اللي صار استاذ أنه بالحديد هلأ ما أحدا نعترف أكيد لا نحن عم نقول افتراضيا افتراضيا لأنه نفترض أي جهة أي جهة مش إسرائيل أوكي أوكي بس نحن ما ننسى أنه في في وقت ما من الأعوام المنصرمة السيد نصر الله هدد ببعض إذا أنت شايفه للفيديو هدد إسرائيل أنه فيه عندكم موجود نترات أومانيوم ونحن ممكن نكسفهم ويروح من وراء الانفجار آلاف تهديد شيء والتنفيذ شيء لا 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 بس أنت لما تهددني أنا أستعمل أكيد أنت بي أنا عفوا ما حدا يأخذ كلمة لا 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 نحن عم نعرض طبعا أيوانا لأنه يعني بالنهاية الإسرائيل عضو ونحن عضو مستمر أيوانا مئة بالمئة ونحن تربينا هيك وبنضلنا هيك على هيد العاقيدة مئة بالمئة اللي صار أنه السيد نصر الله هدد إسرائيل بمكان ما أنه ممكن يفجر النترات المخازن النترات اللي موجوده عند النقال لبنان يمتلكه كومبل نووية هلأ ما بعرف كيف فهموها هوليك الإسرائيلية صار الإسرائيل عندهم عندهم مخابرات طبعا طبعا بس نحن بهمنا أنه ليش إجت النترات على لبنان على بيروت ولأي هدف إجت وشكلهم عم يعملوا فيها وليش لحت وين راحوا هلإش هلأ 2225 وين راحوا أكيد بقي منهم 540 راحوا يمكن ما بعرف فين منهم لأنه افترض راحوا ليحشوا صواريغ راحوا ما بعرف شو لا التحقيق ما عم بيقول أو ما بدي يقول أو ما عم يوحوا بأنه منان إجوا هاودي ومين اللي فوتهم وين إني هاودي لأنه هادي لأنه هادي بتوقف عند حدود شعب وجيش ومكاومة ليه ليه أنا عم بقول هادي الصيغة لأنه أي شي بفوت على البلد حربة ولا غير حربة ولا كذا لما تقول هيدا سلاح مكاومة أو خاص المكاومة ما حدا بيقدر يعمل أي شي مثل هلأ من يومين بيرح سألوا في ناس كتير عم ينتقضوا الجيش وقائد الجيش ليش سلم الراجمات والشباب لحزب الله هول اللي مكاومة لأنه مكاومة لأنه أركان السلطة لأنه الرؤساء ولا السياسيين اللي اللي أكرروا هادي شعب وجيش ومكاومة حطوا حزب الله اللي هو انتباه حزب الله مثله مثل الجيش كيان سلاح ميداني عسكري مثله مثل الجيش هيك البيان الوزارة صح وبعدها هلأ البيان الوزارة وبعدها هلأ استاذ جلال عفوا البيان الوزارة وبعدها هلأ يروح هول اللي عم ينتقدوا الجيش للسلامة روح ينتقدوا الزوعماء تابعونهم لأن الجيش بالنهاية يدار ينفس أوامر سياسية وقانونية ودستورية طبعا ما فيه ما من هون عم قال لك نحن قاعدين بالستوديو هون وإذا فيه أي شيء ممكن أمر صناعة إذا كان قريب ممكن ممكن يقدر يسمع أو يفهم شو عم نعمل طب إذا المقاومة الصواريخ من 32 سنة عم تفوت على لبنان واسلاحة عم بفوت على لبنان إنه الدول الكبيرة اللي هي بدأت تحمل لبنان تبعت إنه موجود فيه سلاح أو مش موجود فيه سلاح وتبعت إنه إسرائيل عم تدخل ومش عم تدخل وقلنا حقوق وما قلنا حقوق بدأت إيجي تحملنا نحن مسؤولية إنه شو عم نعمل بينتقدوا حزب الله بينتقدوا سلاح حزب الله أوكي طيب اليوم بيان وزاري تسوية رئاسية تسوية ما قبل الرئاسية حتى يعني إذا بدنا نقول الوقت كان وجود السوري كان فيه وجود سوري من بعد 2005 كلهم اتفقوا مع بعضهم وعملوا انتخابات مع بعضهم تب اليوم ليش هوا هالأيامي قيمة ما زالت كلهم هني قاعدين مع بعضهم طبعا ما هو عفوا النظام العالمي بيعرف يعني قصدي أنا جمهور بيتهيج على ضد ضد هالفكرة وجمهور تاني قبله وهني الزعمة كلهم ماشي حالهم مع بعضهم هني الزعمة ما عفوا هلأ شو عدمة بدأ يعني إن الزعمة وحتى بالبيانة الوزاري اللي قبله واللي قبل هيدا كلهم كلهم بعدهم موجود هايدي الصيغة جيش وشعب ومكاومة من من أيام يمكن حكومة اسلام قبل قبل لا لا هي قبل كان فيه إلى صيغة تاني من الوقت اجل حكومة تمام سلام استعملوا هاته ثلاثة نقطة ومار رجعون ذكرت بس قالوا بنبكي عليها نعم ما ذكروها بالبيانة بس هايدي الصيغة بعدها موجودة وهيدي اللي معظم الشعب اللبناني ما بيعرفيها إنه الجيش اللبناني مطلوب منه ينفذ البيانة الوزارة والدستور وهيدي صارت متل دستور اللبناني متل مهلا يعني بعد شوية لحسب طوله نيالا السناء الشيعة وزارة المالية السيد سعد الحريري أعطاهم ما لم يطعطيهم حفوا السيد سعد الحريري أعطاهم السناء الشيعة ما لم تعطيهم إيران إيه بس بالتكله إنه وقت اللي كان طائف حكي إنه حكي شفويا إنه خيي هادي الوزارة إلا عايام الرئيس رفيق الحريري لأنه كانت الساقة كتير كبيرة وكان فيه مصاري كتير وكان فيه أعمار كتير أخذها أخذها فترة ولكن بالطائف قالوا أنه أنه هايدي وليش ما دونوها طيب ليش ما وصقوها أنه في كتير ما دونها بالطائف مثل شو طيب لا هايدي مثلا بالطائف قالوا كانوا متفقين مثلا على سبيل المثال أنه يا خيي من خفف من صلاحيات رئيس الجمهورية أنتوا يا نواب مسيحيون نفصل شوية قضية الشرق الأوسط تداعيتها عن الوضع في لبنان وهذا اللي ما صار وهذا اللي ما صار في كتير إشياء حكي هو بالطائف ما صار بس نحنا نحنا أكيد نحنا بناخد يعني عفوا بالمكتوب أكيد أي أي عقد أي إبرام عقد أي اتفاقية بتصير وخاصة زي عم نحكي بالبزنس ما السياسي كمان هي بزنس أي شي بنحكي أنا وياك عفوا ما احترام أو أي شي بيحكي شخصين مع بعض الحكة ما علي جمرك الموجود على الوراء هو اللي بيتنفذ يعني طيب اليوم المساعدات الخارجية للبنان شفنا شفنا حتى الرئيس ماكرون بمؤتمر أربع أب ومؤتمر تالي تايدا عملوا مؤتمر وقت البعض الانفجار أربع أب عملوا مؤتمر لدعم الجيش وعملوا مؤتمر أربع أب من بعد سنة على اللي صار الكيرسي اللي صار التب وشفنا كلام حكي خمسين دولي وكذا مثل كأنه نعم يربطوا أنه ألف حكومي راح نعبعاتكم المساعدات وشفنا ثاني من رئيس ماكرون على رئيس الجمهورية وقال له بدنا أكتر أنه أنت عندك إرادة وعندك هيك بتحب تكون في دولة بتحب كذا المساعدات اللي راح تجي من الخارج هل هي راح تساند الشعب ولكن هل ستعوّم القوى السياسية هلأ في موضوعين بهذا السؤال اللي ترحتو يا استيرجال اللي هو أنه دليل أنه الرئيس ماكرون داعم هايدي السلطة مرأ له هيدا الكلمة لنسبة للرئيس فخمت الرئيس مرأ له هيدا دليل أنه هو بعضه لا داعم فرنسا داعم هايد السلطة لأنه هايد السلطة بالنسبة لا منيحها هو ليأركان السلطة وهي ما بدها تختلف طبما رئيسة الجمهورية عبر التاريخ عفوا حبيب ما هي كمان رئاسة الحكومة بتعنيها للسعودية ايه بس على جبران باسيل عمله عقوبات بس مش على عقوبات شو عقوبات اعلامية عقوبات اعلامية اه شو بقوله اعلامية اه في فنجان شو بقوله هذا المثل زوبعة في فنجان هايدي هي العقوبات اللي 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 حطوها على الاستاذ جبران باسيل رئاسة الجمهورية وكمان رئاسة الحكومة كلهم يعني عزيزين على بلدان مثل ما رئاسة الجمهورية عزيزة على فرنسا السعودية كمان رئيسة الحكومية عزيز عليها بس السعودية شالت إيدها لأنه ببساطة اكتشفوا مثل ناكتاب كتير كتير بلدين أنه هايدي السلطة لا يعول عليها بس هنا أنا أصدي أسألة بالنسبة للمساعدات نعم للمساعدات يعني في وجهة نظر بتقول خلي الوضع ينهار على الآخر ولا يصير فيه شي جديد بالأسف صحيح وفي وجهة نظر بتقول طالما القوى السياسية مطمنا بالها أنه الشعب بيضاين وبكرة بيجي الفرج ورح يدع الماشي متل ما هو صحيح هايدي المساعدات اللي بدا تيجي بدا تيجي فقط لتدعم الجمعيات المدنية ما بدا تيجي أبدا صح والمنظمات الإنسانية والاجتماعية وكذا يعني فيه ليستة كبيرة مين هون اللي بدون يستفيدوا من هايدي المساعدات ما تيجي عن طريق ما اختلفنا بس هون هون النقطة هون النقطة ما بيك تستبعد أي شي بهذا البلد إيه أستاذ فرانكو عبدالقادر في هون النقطة اللي فيها خبس إنه بيقلك إنه خير خليه تيجي للجمعيات غير الحكومية بأسواة الشعب يتنفس بينسى إنه يعمل تمرد أو ثورة على القوة السياسية إيه بس هايدي اللي احتجي بي محدودة أكيد يعني بكميات محدودة وفقط يعني عبارة بانتظار الانتخابات صحيح مية بالمية هايدي الانتخابات اللي إذا بدا تصير إذا ضلت هايدي الطبقة يعني من هلا الانتخابات الواحد ما بيعرف شو بيصير بالبلد من هلا الانتخابات ممكن الدولار يصير بخمسين ألف باعتيد أو ممكن يصير بعشر تلاف وهذا مستبعد يعني طالما ما في مساعدات طالما حتى إذا صارت انتخاب انتبه عفوا موضوع مهم إذا صارت انتخابات ورجعوا هايدي الطبقة الموجودة ولا الطيارات والأحساب ربحت به هايدي الانتخابات شو لح يتغير ما حيتغير شي بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للدول الكبرى غير فرانسا بس يمكن تحمل فرانسا لواء هايدي الانتخابات لا يكونوا هولي يفازوا بطريقة ديمقراطية بس ما هنه بعدهم هنه زاتهم ما حيجي لا مساعدة من الدول العربية ولا من الدول الأجنبية ولا حيضل الوضع على ما هو عليه إلى تأزم كبير مثل ما قلت لك يعني لازم نغير طريقة أو بالنظام أو بطريقة لا لازم نتغير كل أركان النظام سيد فرانكو عبدالقادر بنسبة للمفاوضات اللي عم تصير بالمنطقة لبنان دايماً هو بالمنطقة كنت الخير قال له أنه بعد ما عم بصير فيه يعني تطورات دراماتيكية دموية اليوم بنلاقي أنه السعودية وإيران فيه تفاوض بطريقة أو بأخرى إيران والولايات المتحدة أو بأخرى سوريا عم ترجع تستعيد كحكم وغير حكم عم ترجع تستعيد طب لاش هنه ممكن يكونوا بياخدوا أبو عبداللطيف بياخدوا ويعطوا مع بعضهم ونحن هون بدان دا الحمين نسلهم بالعرض يعني نحن بمعرف أنه وين ما يكون فيه مفاوضات المفاوضات الزكية ولا المونة ولا لا لا لما يكون فيه محادثات تايماً بيكون فيه ضرب طبعاً وراء وراء قوة بتظل هايدي اللي وراء عم تلعب يعني حتى هلأ أنا وعم بتفاوض معك لنقول بتظل ورائي شغالة مثل يعني عفواً بيكون فيه كصف بيكون فيه على أيام أنه أنا بقدر على أيام الفلسطينيين نعم آآ 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 أبو عمار كان يعقد مع مع بير الجميل اللبناني للأسف يعني معظم ما بدي قول كله وإشمله كله الشعب مدار من الخارج قبل ما كان هالقد كانت النسبي قال ليش طيب صار هالقد بقلك ليش طائفية عاش حاشيت اي منذ انهيار في ناس كتير بتقول هيدا منذ انهيار العراق اللي فتحت ايران على العراق على الدول العربية في منهم بقولوا انه نظام بس سلطان حسين هو كان السد المنيع ضد ايران من بعد من بعد انهيار العراق حتى استقرار المنطقة نهز عندما اغتيل الرئيس صدام حسين عندما اغتيل الرئيس صدام حسين صحيح على كل حال هدي بالزمان كان يقولوا انه شوفوا شو بصير بالعراق والخليج من بعد صدام لا حتى قبل حتى قبل لوقت الـ 58 وهيكي كان يقول يعني على ما بذكر الرئيس شامون يعني بالكتب بيقولوا انه شوفوا شو بصير بالعراق والمنطقة تعرفوا شو بصير باللبنان ورجعت هي زيتها سنة التسعين ورجعت هي زيتها عدم اغتيل او قعدة المفارقة استاذ انه هلأ الشعب العراقي عم بقول انتبه الشعب العراقي الشيعي كمان عم بقول يا محلة ايام صدام مختلف صدام انا ما بشبهه بنظام بشار الاسد صدام كان مانع التمدد الديني بكل اشكاله اول تهمي اول تهمي لطارق عزيز طارق حنة عزيز اول تهمي لأقوله بعدما ازيل نظام صدام انه كان يحول دون قيام الاحزاب الدينية في العراق اول تهمي لطارق حنة عزيز عليك الحال بس بدي اقولك بنهاية هذه الحلقة في مفارقة هون بالعراق اختير مصطفى القازمي لرئاسة الحكومة مصطفى القازمي علاقته جايدي مع امريكا علاقته جايدي مع ايران يعني قدروا اختاروا رئيس حكومة يكون ما بعرف ملتقل بس بديد ما بين النهرين ملتقل ملتقل بس هل يا ترى اللي حيقدر يشتغل اللي حيقدر يعمل اللي بدوياه ما شايفين كليتنا شو عم يصير يعني انا عمقول هيك انو لاش باللبنان ما بيعملوا كمان زيت الشي بيعملوا حكومة مثل الحكومة اللي بدنا شخص قوي استيجا لاي بدنا شخص قوي وبدنا شعب واعي شعب واعي قبل كل شي استاذ استاذ فرانكو عبدالقادي رئيس المركز السويسري لدعم الديمقراطية منشكرك من تلفزيون وإبنان وأهلا وسهلا شكرا مشاهدين الكرام نشكركم ودمتم بخير موسيقى